السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائنا طلاب الثالث المتوسط العام الدراسي الجديد اليوم سنشرح من حلو إياكم إن شاء الله فقرة تأكد من فهمك صفحة 8 لموضوع ترتيب العمليات طبعاً فقرة تأكد من فهمك تتكون من عدة أسئلة فعندنا مثلاً السؤال الأول اللي هو بسيط الجملة العددية الآتية منطيني أربعة أسئلة طالب من عندي تبسيط الجملة العددية الآتية وعندي سؤال آخر بسط الجمل وأكتب الناتج لأقرب عشرة وعندي سؤال بسط الجمل العددية باستعمال تنسيب المقام وعندي مقرباً إلى مرتبتين عشريتين مستعمل للحاسبة وهذا بالصورة العلمية أيضاً بالحاسبة طبعاً هن السؤال آخر شيء اللي هو العاشر والدعش والإنسان والثناعش والثلاثة عش خاصات باستعمال الحاسبة لذلك كماناً نشرحن راح نشرح تنسيب المقام والتقريب لأقرب عشرة وتبسيط الجمل العددية ويا رب إن شاء الله التوفيق والنجاح اللهم أمين طيب عندي النقطة الأولى بسط الجمل العددية النقطة الأولى منطيني قوسين عزيز الطالب القوس الأول يحتوي على عملية طرح جزور بيناتهم عملية طرح القوس الثاني جزور بيناتهم عملية جمع هذا ينحل بطريقتين زيين؟ أما بطريقة التوزيع أو طريقة الفرق بين مربعين فإحنا بما أنهم بدايتنا ترتيب العمليات كبداية أول بداية فرح نستخدم طريقة التوزيع دائماً من عندك قوسين زيين؟ وهذين الأقواس بيهن حدود أو بيهن مقادير أو بيهن أعداد داخلين فنوزع فإن أنا عندي جذر 5 ناقص جذر 3 وجذر 5 زائد جذر 3 فأول شغل راح نسويها راح أوزع لكن قبل لا أوزع لازم أنتبه أشوف هاي الجذور أقدر أحلل هلولاً فمن إيجي أباوع الجذر 5 ما يتحلل الثلاثة ما تتحلل الثلاثة ما تتحلل الثلاثة ما تتحلل ليش ما يتحللن؟ لأن هنا أعداد أولية أولية يعني شن أولية؟ أنه جاية من العدد في نفسه يعني هذا الخمسة مين جاي إذا أردنا نفكر به الخمسة جاي من حاصل ضرب خمسة في واحد بس هاي الثلاثة مين جاي جاي من حاصل ضرب الثلاثة في واحد بس إذن هاي يسموها أعداد أولية ما تتحلل هي أبسط صور فقبل أشتغل قبل أحد فاني ش راح يسوي راح أوزع القوس الأول ينضرب الحد الأول بالحد الأول والحد الأول بالحد الثاني الحد الثاني بالحد الأول والحد الثاني بالحد الثاني مع الانتباه على شغلة الإشارة طلاب الإشارة صر على جهة اليسار دائما خليها ببالك يعني هاي الجذر الخمسة إشارته هاي جهة اليسار هاي وانه موجب ومكتوبة هاي الجذر الثلاثة هاي إشارتها السالب هاي الخمسة إشارتها موجب هاي الثلاثة إشارتها موجب تمام؟ إذا إجي الجذر بالبداية وموجب ما يكتبون الإشارة فأنت خلي ببالك هاي الجذر الخمسة ترى موجب أنا كتبتها من عندي قدي لا يوجد定 هذا من segment نج Galileo ليس معمل ويستطيع الوزع عن انتباه هذه الصنعات سأمر الجذر5 بالجدر5 سأمر Lou سأمر hi على الجذر 5 ولكن هناك ميجبا لا يحتاج لا ترعب أعود مرة اخرى هذا الجذر 5 أضربه بهذا الجذر 3 لكن أنتبه على شغلة الإشارة موجب في موجب إحنا نكتبه لأنه جدت ثاني وحدة مو بالبداية جدت بالثاني وحدة من ثاني وحدة نكتب الإشارة موجب في موجب جذر 5 في جذر 3 بحوة خلتين بين أقواس جذر 5 في جذر 3 أرجى حسا مرة ثانية يعني معا له سالب في موجب سالب مرأ نفس الشي جذر ثلاثة في جذر خمسة سالب في موجب سالب وجذر ثلاثة في جذر ثلاثة خلاصت من التوزيع هس راح أجي أضرب طبعاً أخليه يساوي جذر خمسة في جذر خمسة خمسة في خمسة خمسة وعشرين زائد جذر خمسة في جذر ثلاثة لأن جذر تربيعية فأضربهم خمسة في ثلاثة خمسة ناقص جذر ثلاثة في جذر خمسة هم أضربهم ثلاثة في خمسة خمسة طبعاً الإشارات تنزل سالب جذر ثلاثة في جذر ثلاثة نضرب الثلاثة في ثلاثة تسعة ثلاثة في ثلاثة تسعة برعان ضربت الجذور ضربت يال وهس راح نطيك أشياء تفض تفيدك نجي طلاب جذر الخمسة وعشرين نحن نعرف الخمسة وعشرين هي جاي من خمسة في خمسة فجدرخ 25 تطيني خمسة بلا جدر أنا أعرف هساكو طلاب عندهم أشياء جدت ببالهم تساؤلات وأكو حلول أبساط هسراحة أحتيو إياكم دقيقة طلاب جدرخ مستعش موجب وجدرخ مستعش سالب شون هتعامل بيهم هذولة اللي هي جدرخ مستعش موجب وجدرخ مستعش سالب ألاحظوا أنه هاي الجذور مشابه فس واحد موجب بواحد سالب مصح فإذا واحد موجب واحد سالب يروحون صفر يبطني يزيل الناقص مال هذا التسعة والتسعة عشان الجذرها تلعث فهنا نحلل أن هاي المشكلة اللي صارت عندي هذولة مراحة فهاي الإشارة ما أنتم أيضا تروح لازم ما أكتبها يعني هاي صار عندي هو صح بس صار عندي مشكلة تسبب لي مشاكل جزء أدوخ فهان هذولة جذرخ مستعش والسالب موجب جذرخ مستعش وسالب جذرخ مستعش من راحة الإشارة ما أنتم أهم تروح يعني باعتبار ما موجودة فقبل أنزل السالب مال التسعة اللي هي صارت ثلاثة هشان واضح خمسة ناقص ثلاثة تبطيني اثنين هذا الحل بالتبسيط أو بالتفاصيل المملة زين نقدر نختصر هذا الحل نعم نقدر نختصر هذا الحل شون اختصره نبع عليه شوية دائما طلاب عندك بالجذر التربيعي دائما بالجذر التربيعي إذا تضرب عدد في نفسه يطلع من الجذر يعني شلون مثلا هذا الجذر خمسة باوالي جذر خمسة في جذر خمسة تبطيني خمسة بلا جذر هاي الثلاثة جذر ثلاثة في جذر ثلاثة تبطيني ثلاثة بلا جذر دائما دائما من نضرب أعداد داخل الجذر وهاي الأعداد مش شابهة فيطلع العدد ويروح الجذر فإذن الجذر التربيعي للخمسة في الجذر التربيعي للخمسة يضعيني خمسة بلا جذر الجذر التربيعي للثلاثة في الجذر التربيعي للثلاثة تضعيني ثلاثة بلا جذر اقتصارا نلحك أقدر قبل أكتبه أو أسويها مثل ما أسوي زيانه paying for 5 عمنا ليش ما راح الجذر إذن عندي أعداد مختلفة يعني الخمسة والثلاثة إذا أضربتهم راح يضعوني جذر 15 Bruno Brenner ما يروح الجذر تبيه لي علي أول نقطة من السؤال الأول بسط الجمل العددية طيب عندي النقطة الثانية جذر التربيعي للسبعة ناقص الجذر التربيعي للاثنين والقوس كله تربيعي طبعا هنانا منقول جذر التربيعي شون عرفناه جذر التربيعي لأن الجذر ما مكتوب فوقها أي شيء إذا ما مكتوب فوقها أي شيء يعني معناتها هذا جذر تربيعي واضح؟ شون نتعاملوا بهذا الجملة العددية طلاب ما دام القوس تربيع يعني معناتها أنه هذا القوس مرتين إذا فوقها ثلاثة يعني ثلاث مرات وهكذا إذن يعني معناتها أنه هذا القوس اللي هو جذر سبعة ناقص جذر اثنين متكرر مرتين لأن فوقها تربيع هذا مرتين فأنا من أجي عند قوس بقوس راح تستخدم نفس الطريقة لإستخدمتها قبل شوية وهي عملية التوزين انتباه جذر سبعة موجب في جذر سبعة موجب جذر سبعة موجب في جذر اثنين لكن سالب أرجع مرة ثانية هذا الجذر اثنين إشارتها سالبة فمن يتوزع يتوزع بالجذر السبعة الموجب وبالجذر اثنين السالب ما القوس الثاني يعني انتبه على شغلة الإشارات أنا قبل شوية اختصرت لكم الإشارات ما كتبتني مباشرة انحليت أفضل حتى ما تدخ إذن يساعد موجب جذر سبعة في موجب جذر سبعة موجب جذر سبعة في موجب جذر سبعة يطيني موجب يعني موجب جذر سبعة في موجب جذر سبعة سطالة بيقول أستاذ إحنا خذناها قبل شوية إذا جذر نفس العدد يروح للجذر يبقى العدد يعني سبعة قبل صح بس أنا أريد أن أفهمك إياها وهسا راح نستخدمها إذن تقدر تقبل تكتب سبعة بدون جذر جذر سبعة موجب في سالب جذر اثنين موجب في سالب سالب هاي أول شي جذر سبعة في جذر اثنين بتقدر تقول قبل سبعة في اثنين أربعة عشر أو تكتبها عاد خلصنا من الأول هذا نرجع هنا سالب في موجب سالب جذر اثنين في جذر سبعة جذر اثنين في جذر سبعة أضربهم سالب في سالب موجب جذر اثنين في جذر اثنين صارت عندي هاي العملية هسراحة أشتغل بتبسيط عادي طبعاً هنا نقدر نخلي أقواس أو بدون أقواس زيان هي جذور من بين إذا أكو بينات مرقام ومعاملات عوامل نخلي زيان نكبسط ومقام نخلي أقواس أفضل هسراحة أجيء أكمل خلي بالك هذا السالب وهذا السالب وهذا الموجب هاي مينزلين وإذا أكو اختصار نختصر هاي منتهي من لديه جذر سبعة في جذر سبعة تطيني سبعة بلا جذر السالب ينزل سبعة في ثنين أربعة عشر يبقى الجذر لأن مختلفين مش شابهين يروح الجذر التربيعي مختلفين يبقى جذر التربيع السالب ينزل جذر اثنين في جذر سبعة جذر أربعة عشر لأن اثنين في سبعة أربعة عشر زائد جذر اثنين في جذر اثنين اثنين بلا جذر لأن مش شابهين الأعداد هسأ أكمل راح أقول سبعة زائد اثنين لأن هاي أعداد 7 زائد 2 7 زائد 2 تطيني 9 إشارات مش شابهة 7 موجب والإثنين موجب إشارات مش شابهة نجمع دائما الإشارات المش شابهة تجمع دائما جدر 14 طبعا الجدر 14 هذا المعامل مالتة واحد ممكتوب وهذا أيضا المعامل مالتة واحد ممكتوب فأنا عندي سالب جدر 14 وعندي سالب جدر 14 يعني الإشارات مش شابه وقبل شوية قلت لك إذا الإشارات مش شابه نجمع ننزل إشارة التشابه ونجمع زين شجمع مو تجمع الـ 14 الداخل الجذر لا تجمع المعاملات البرة فأنت عندك جذر 14 وعندك جذر 14 إيش كم جذر 14 صاروا 2 جذر 14 أكتب 2 جذر 14 هذا يعتبر الناتج النهائي للسؤال الثاني طبعا إذا طلب من عندك تقريب الناتج لأقرب مرتبة عشرية زين أو تستخرج الجذر تحسبه لازم تروح تقرب هذا الـ 14 أما بالحاسبة أو باستخدام التقريب اللي تنا ناخده بالأول متعصل هاي بالنسبة للنقطة رقم 2 طيب عندي النقطة الثالثة الجملة العددية اللي متكونة من قوسين القوس الأول عبارة عن الجذر التربيعي للـ 125 ناقص الجذر التربيعي للـ 20 القوس الثاني عبارة عن الجذر التكعيبي باوع كتبنا ثلاثة فوق الجذر هنا ماكو ثماني على سبعة وعشرين هنا طلعت لنا شغلة جديدة أنه الأعداد اللي هي داخل الجذر أعداد ليست أولية فلازم نحللها السؤال القبل اللي هو السؤال الثاني كان سبعة باثنين السبعة أولي والاثنين أولي من يتنين جايين من العدد في نفسه يعني السبعة جايinging العدد في واحد عفوا سسا محطة في نفسه العدد في واحد لأن السبعة من جاي جاي من سبعة في واحد والاثنين من جاي اثنين في واحد والسؤال الأول خمسة في ثلاثة الخمسة من جاي خمسة في واحد والثلاثة جاي من ثلاثة في واحد فقلنا أعداد أولية أما هذني اللي هي المئة وخمسة وعشرين والعشرين والإثمانية والسبعة وعشرين أعداد ليست أولية فلازم نجي نحللها زيان فنحلل المئة وخمسة وعشرين ونحلل العشرين الاسمانية ما نحتاج نحلل هيو السبع وعشرين اللي هي شلين جذر تكعيبي الاسمانية جاية من اثنية في اثنية في اثنية وجذر تكعيبي فتطلع اثنية السبع وعشرين جاية من ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة وجذر تكعيبي ينطيل ثلاثة أما هنا أنا المية وخمسة وعشرين والعشرين أحتاج أحللها حتى أطلحها من جذر التربيع فإذا أول شي راح أسوي راح أجي أحلل العشرين العشرين زوجية أخذها على اثنين اثنين اش كم اثنين بيها واحد والصفر ينزل على اثنين العشرة كم اثنين بيها خمسة على خمسة بيها واحد فهاي تطلع عنه جذر لين تكررت مرتين وهاي ما تطلع عنه جذر يعني العشرين ينطين اثنين جذر خمسة أجي على المية وخمسة وعشر نفس الحالة راح أجي أحللها المية وخمسة وعشرين بما أنه أحدها خمسة فراح أحللها على خمسة مية وخمسة وعشرين شكام خمسة أجي راح أقول اثنى عشر شكام خمسة بيها اثنين اثنين فيه خمسة عشرة واني عندي اثنى عشر يبقى اثنين خمسة وعشرين شكام خمسة بيها خمسة آخذها على خمسة خمسة وعشرين شكام خمسة بيها خمسة على خمسة بيها واحد هذا التحليق كلش مهم راح أعيده تابول شوي قلنا 12 شكم 5 بها 2 نرجع نضرب 2 في 5 تطيني 10 أنا عندي 12 فيبقى باقي 2 صارت 25 شكم 5 بها 5 هاي كلها 25 كم 5 بها 5 5 شكم 5 بها 1 هو جدر تربيعي فهذا يطلع من الجدر وهذا يبقى داخل الجدر إذن 125 من راحجة أحللها 125 من راحجة أحللها داخل الجدر التربيعي 125 هي عبارة عن 5 جدر 5 ناقص 20 200 جدر 5 أسد القوس هنا اش قلنا جدر تكعيبي 8 تطلع 2 وال27 تطلع 3 خلصنا معهم السراحة أجي هذا الجدر يشبه هذا الجدر والإشارة هذا موجب وهذا سالم إشارات مختلفة فنجي نتعامل ويهي المعاملات وليس ويهي الأعداد داخل الجدر المعاملات هذا المعامل ما لتا 5 وهذا المعامل ما لتا 2 يعني اليمة فراح أقول 5 موجب و 2 سالم ينطرحون ناخد شرط الأكبر فال5 تروح من عدة 2 إلى 3 وينزل الجدر 5 يعني انت شون عندك 5 مرات جدر 5 يروح من عدة 2 جدر 5 يبقى 3 جدر 5 وينزل هذا القوس الثاني هسه هنانا الجدر 5 ما بي مقام يعني مقامة واحد فراح أجي أشوف بدأك اختصار ألاحظ أنه هاي الـ 3 تختصر وياها الـ 3 يبقى عندي 2 جدر 5 فقط 2 جدر 5 2 جدر 5 2 جدر 5 هذا الناتج النهائي هاي بالنسبة للنقطة الثالثة ما بسط الجملة العددية طيب عندي الجملة العددية الرابعة عبارة عن كسر تقسيم كسر وبيها جزول هنا أنا 4 معامل في الجدر التربيعي للـ 12 خمسة في الجدر التكعيبي لسالب 27 تقسيم 2 في الجدر التربيعي للـ 24 على جدر 8 هنا أنا عزيزي الطالب قبل كل شيء أنت لازم تحول عملية القسمة إلى ضرب واتحلل الجذور الموجودة ودائما اعتني بالجذور التربيعي واضح؟ فإذن أول شيء راح أسوي يعني بالحل القسمة أحولها إلى ضرب وأقلب الكسر الثاني المقام يشصر بسط والبسط يصر مقام ينقلبون يعني الجذر 8-9 دي فوق واثنيا جذر 24 ينقلبون أما الكسر الأول يبقى مثل ما هو بدون أي تغيير تغيير كله وان يصير ب Subscribe كسر الثاني جهة الثانية هسا راح أجيES هاي السبعة و عشرين بما أنه جذر تكعيبي يخليها بالك على الجذور 7-7 دي أتحرك والسبعة و عشرين هي جاي من 3 نقوم بخبره يعني 3 نقوم بخبرها ما شيءون نفسي يبقى عندي؟ يبقى عندي أبقى types والثمانية 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 وال purse nhữngём يقوم بعمل نجم أحل له تمام؟ سوف نحللها نحصل على 24 24 الزوجية أخذها على 2 2 أكمل 2 بها 1 4 أكمل 2 بها 2 أرجع أخذها على 2 12 أكمل 2 بها 6 أخذها على 2 6 أكمل 2 بها 3 على 3 بها 1 ما دام جدر تربيعي فكل 2 سوى وهذا حقق أنه مرتين يطلع هذا ما يطلع من الجدر وهذا ما يطلع من الجدر لما تحقق أنه مرتين هذا من هو جدر 24 الثمانية بعد أسهل لأن جاي من 2 في 2 في 2 ثلاث مرات على 2 بها 4 على 2 بها 2 على 2 بها 1 ما يبقى عندنا؟ يبقى عندنا 12 والـ 12 ترى هو هذا وأن التحليل مرتين نفسها سنأخذها بالضبط نحللها هنا على 2 بها 6 على 2 بها 3 على 3 بها 1 فتطلع هذه من الجدر لأن حققت مرتين وهذه تبقى داخل الجدر لأنني عندي جدر تربيعي وليس تكعيبي بس هذا جدر تكعيبي اللي هو 27 وراح يطلع 3 ليش؟ لأن 27 جاي من 3 في 3 في 3 وحجيناها قبل شوي راح أجيأسه تبهلين هنا شوي المعاملات يبقى عندنا الأربعة والخمسة والاثنين ما أنا علاقة بيهن؟ نحجي بس على الجذور يعني هاي الأربعة تنزل راح أفتح قوس هاي الـ 12 هاي الـ 12 تحليلها عبارة عن 2 جدر 3 هاي الخمسة تنزل طبعا هذا السالب راح أطلع عبارة خلني هنا أنا بره قبار 27 جاي من 3 في 3 في 3 يعني ثلاث مرات فجدر تكعيبي يطين 3 وحدة في هاي الـ 8 هو جدر تربيعي هاي تطلع من الجدر وهاي تبقى داخل الجدر ما سويت هنا نسيت جدر تربيعي فصير 2 جدر 2 نجي على المقام الجوة المقام الجوة نشوف شنو اللي موجود بيه هاي الـ 2 ما العلاقة بيه الـ 24 انطتني 2 وانطتني جدر 2 جدر 3 انزلها هاي الـ 2 ما للسؤال الأصلي اللي كانت موجودة يمي الجدر الـ 24 وهذا كله هو ما جدر الـ 24 واضح؟ ما اجي أشوف إذاك اختصار بين البسط والمقام بش ألاحظ ألاحظ أن هاي الـ 2 تروحوا يا هاي الـ 2 هاي الجدر 2 تروحوا يا هاي الجدر 2 هاي الجدر 3 تروحوا يا هاي الجدر 3 هاي الصفحة المناة كل اختصارة بوقات عندي بس هاي الصفحة المناة انه بالبسط أكو 4 بالبسط أكو 4 وبالمقام أكو 5 في 3 5 في 3 زيان؟ بس نتأكد من شارة الاختصارات اللي عندنا فإذاً يساوي فوق بوقع عندي بس الأربعة الجوة 5 في 3 و 15 طبعاً هذا السالب أما تبقي الجوة أو الصعدة فوق أو تخليلي الكسر كليته نفس الشي لكل الحالة صح أما تخليلي الكسر كله أو الصعدة بالبسط أو تنزده بالمقام ما عندي أي مشكلة وياه هاي بالنسبة لجملة العددية الرابعة طيب عندي سؤال الآخر بسط الجملة العددية وأكتب الناتج لأقرب 10 هنا أنا هم بسط الجملة العددية وأكتب الناتج لأقرب 10 فعفواً النقطة الخامسة جذر 7 قوس جذر 28 ناقص جذر 5 عفواً ناقص جذر 2 ناقص 5 يريد الناتج لأقرب 10 فهنا أنا عزي الطالب احنا أول شغلة نسويها إذا أكو جذور ليست مربع كامل لازم نطلحها من الجذر هاي الشغلة والشغلة الثانية إذا عندك قوس قدام عدد أو قدام جذر رحصر عملية التوزيع فإذا هذا الجذر 7 رح يتوزع على هذا القوس فإذا جذر 7 موجب في جذر 28 جذر 7 موجب في جذر 2 وهي السالب خمسة تنزل واضح؟ هاي السبعة عدد أولي لأن جاي من السبعة في واحد هذا الاثنين عدد أولي لأن جاي من الثنين في واحد لكن هاي الـ 28 لازم أحللها فإذا أول شغلة أسويها رح أحلل الـ 28 قبل لا أسوي ايش؟ لأن احتمال من أحللها تطلع جذر يشبه هذا حتى أجمع وأطرح وأخلص من شغلة التوزيع وإذا ما طلعت تشبهها رح أسوي إذا أجي أحلل الـ 28 الـ 28 هي عدد زوجي إذا أجي أخذة على 2 من أجي أحلل أخذة على 2 الـ 2 إشكم 2 بها واحد 8 إشكم 2 بها 4 لأن 4 فيه 82 أخذها على 2 14 كمثين بها 7 على 7 بها واحد وهي تطلع من الجذر وهي تبقى داخل الجذر إذا انطتني عدد جديد أجي أستبدلها بالموجود إذا جذر 7 تنزل القوس ينفتح الـ 28 هي صارت جذر 7 ناقص جذر 2 سد القوس ناقص 5 هنا أنا جذور مختلفة وما أقدر الجماعات راح المعاملات فراحطر أوزع بس إن شاء الله الحلوة أنه هذا الجذر يشبه هذا الجذر؟ فغير شي حلو فأضرب جذر 7 في 2 جذر 7 راح أجي أوزع حسن شو راح يصير؟ فراح أجي أكتبه جذر 7 في 2 جذر 7 طبع دائماً أنا الضربة سوي أقواس موجب في موجب موجب أرجح هسن جذر 7 في جذر 2 لكن موجب فيه سالب سالب خليين بين أقواس وهذه الناقص 5 تنزل راح أجي هسن تبولي هنا شوية جذر 7 في جذر 7 تطيني 7 بلا جذر فيه 2 تبولي هذه الاثنين مالتهم ما للمعاملات نزل لأن هذا المعامل ما موجود 1 فاثنين في واحد اثنين جذر 7 في جذر 7 تطيني 7 بلا جذر ناقص جذر 7 في جذر 2 أضربهم يطوني جذر 14 ناقص 5 اثنين في سبعة إذا جيب ضربتهم اثنين في سابعة تطيني 14 اثنين هنا عندي 14 ناقص جذر 14 ناقص 5 راح أجي هسن أكمل 14 ناقص 5 تطيني 9 14 ناقص 5 تطيني 9 ناقص جذر 14 هو لو قيل لك بسط الجملة العددية زين؟ كان هنا توقفنا بس بالسؤال قايل لأقرب 10 فلازم أجي أعرف هاي الـ 14 داخل الجذر جذر فالـ 14 عزيز الطالب داخل الجذر هاي يحفظها لنهي من الأسئلة اللي موجودة بالكتاب طبعا دائما بالصف الثالث الأسئلة تجيك يعني نصا ما يغير أرقام فأنت مثلا عندك هاي الـ 14 تريد تطلع لها جذر تمام؟ فنحن نجي نطيق قيمة الـ 14 داخل الجذر وانت تجي تحفظها تمام؟ فـ 14 داخل الجذر هي بصورة تقريبية 3.74 لماذا أخذت مرتبتين؟ لأنه قال لي أقرب 10 فأنا لازم أخذ مرتبتين حتى أجيه أقرب جيد فمن أجيه أعوض هالثاني راح أعوض عن قيمة الجذر 14 بـ يعني ببدال هذا كله الشيء لو أخذ البدال القيمة مرتبت بصورة تقريبية فأجي اليساوي راح أصير تقريب راح أصير تقريب 9 ناقص 3.74 راح أجيه ناقص جينا شونا ناقص عدد صحيح من 10 فلازم نساوي المراتب فمن أجيه أناقصاني نتبع ليش راح أسوي راح أناقصهم هنا راح أقول 9.00 ناقص 3.74 لأن خلة الشبير فوق والزغير جوا واضح لأن احنا نمشي على العدد الصحيح هذا 9 وهذا 3 فالتسعة أكبر من 3 راح أجهز صفر ناقص 4 ما يصير فهيصير 10 زين من أخذت هذا هم صفر فأجدت أخذت من التسعة تسعة جقص صارت صارت ثمانية هاي الصفر يصير 10 بعدين ينطيل لهذا الصفر يصير 9 فقبل أكتبة 9 10 تروح من عدها 4 تطيني 6 9 تروح من عدها 7 تطيني 2 8 تروح من عدها 3 تطيني 5 5 إذن الناتج هو عبارة عن 5 فارزة 26 هو ورادة لأقرب 10 ليس لأقرب 100 فلازم أقرب إذن ايش راح أقول بصورة تقريبية هاي بالنسبة للنقطة الخامسة من بسط الجملة العددية وأكتب الناتج لأقرب 10 طيب عندي النقطة السادسة من بسط الجملة العددية وأكتب الناتج لأقرب 10 الأخرى بين قوسيا سالب 125 مرفوع إلى الأس 1 على 3 القوس الثاني 1 على 10 جذر 3 ناقص 1 على 4 جذر 12 يريد من عندي إيجاد الناتج لأقرب 10 خلي بالك عزيزي الطالب دائما من يجيك الأس كسر معناته جذر من يجيني الأس أو القوة هي عبارة عن كسر فمعناتها جذر فهذا الكسر هو 1 على 3 بما أنه 1 على 3 يعني الجذر الثالث إذا يجيني مثلا 1 على 2 فنقول الجذر الثاني وهكذا فهذا راح يتحول إلى الجذر التكعيبي لسالب 125 حولت الأس اللي هو عبارة عن كسر إلى جذر نفتح قوس 1 على 10 جذر 3 ناقص 1 على 4 هذه الـ 12 ليست أولية لازم أحللها مثل هذه الـ 125 بس هذا جذر التكعيبي وهذا جذر التربية فنجي نحلل للـ 12 على 2 بها 6 على 2 بها 3 على 3 بها 1 فهي تطلع من الجذر وهي تبقى داخل الجذر إذن الـ 12 يتحول إلى 2 جذر ثلاثة ونسد القفص واضح؟ نزيل الـ 125 جذر التكعيبي مالتها هو 5 لأن الـ 125 جاي من 5 في 5 في 5 يعني 5 والسالب يبقى لان جذر التكعيبي هنالش راح يصل عندي 1 على 10 جذر ثلاثة ناقص نختص للـ 2 ويهة الأربعة هاي بها 1 وهي بها 2 يعني 1 على 2 جذر ثلاثة ليش بقى كسر؟ لأنه تتشبير بالمقام فيبقى الباقي بالمقام لو تتشبير بالبسط يبقى الباقي بالبسط ماذا؟ هنا جذور متشابهة فنجي نتعامل ويهة المعاملات يعني هذا الـ 1 على 10 وهذا السال بنص إشاراتهم مختلفة ناخد شرط الأكبر نطرح إذا راح أخذهم على صفحة أو ندخل السالب 5 على القوس يعني عندك حالتين أما توزع السالب 5 على القوس أو الصف في القوس وتكمله وبعدين تضرب في سالب 5 فنشوف أي طريقة من الطرق اللي هي تكون عندك أسهل ما عندنا بها مشكلة مزيلا؟ فأني اللي أفضل أنه راح أدخل الخمسة ليش أدخل الخمسة؟ حتى يصير اختصار روية العشرة حتى تتوحد المقامات مباشرة قبض فإذا راح أقول سالب 5 مضروبة في 1 على 10 جذر 3 باواع المعاملات خلتين على صفحة والجذر نزلتين سالب في سالب موجب خمسة في 1 على 2 جذر 3 السالب 5 نضرب بالمعامل الأول والمعامل الثاني يعني بالواحدة العشرة وبالنصف أسه أجي أختصر الخمسة بها 1 والعشرة بها شكرا؟ خمسة بها 2 إذا راح يصير 1 على 2 ويكون سالب لأن سالب فيه موجب سالب وهنا ما عندي اختصار يصير 5 على 2 جذر 3 المقامات توحدت هنا عندي فهنا المقامات توحدت وأصلا هنا جذور نفس متوحدات نفس الجذر فان اش راح أسوي؟ ينزل جذر 3 وأقول سالب نص زائد 5 على 2 الإشارات مختلفة يعني 2 أعطي من نفس المقام اللي هو 2 عندي بالبسط سالب 1 وعندي زائد 5 هدولة المعامل مات جذر 3 ناخد شرط الأكبر ونطرح من الشبير عندي هنا اللي هو الخمسة يعني موجب خمسة تروح منعدها 1 4 على 2 جذر 3 يصير اختصار الأربعة اشكمل 2 بها 2 يعني 2 جذر 3 2 جذر 3 هذا الناتج النهائي إذا يعني بدون تقريب لكن هو طلب ما لدي تقريب إذا راح أقول بصورة تقريبية 2 في قيمة الجذر 3 طبعا قيمة الجذر 3 احفظها مثل ما أخذنا قبل شوية العدد اللي قابلها وقلنا تحفظونا راح نكتبك يا نانا الجذر 3 بصورة تقريبية القيمة مالتها 1.73 فلنجي نستبدلها 1 فارزة 73 عفوا زياد 1.73 هسا راح أجي أضرب ضرب اعتيادي لأن عندي عملية ضرب حتى يطلع بصورة تقريبية 2 في ثلاثة واثنين في سبعة واثنين في واحد مع مراعاة أنه أنزل الباقي 2 في ثلاثة ستة 2 في سبعة أربعة عشر أربعة وواحد بلية تنزل الفارزة 2 في واحد اثنين واحد بلية ثلاثة رادة لأقرب مرتبة أو لأقرب عشرة فراح يصير الناتج النهائي أنه الستة تطلع إلى أربعة ثلاثة فارز أو خمسة يعني ثلاثة رمص هذا بصورة تقريبية بعد ما طلبها من عندي بالسؤال هاي بالنسبة للنقطة السادسة ما البسط الجمل العددية وكتب الناتج لأقرب عشرة شوية مهمة بالخطوات الأخيرة ما تم التقريب لازم تحفظ قيم الجزء طيب عندي سؤال الآخر اللي هو يبدأ من نقطة سبعة بسط باستعمال تنسيب المقام تنسيب المقام مثل ما تعرفون إذا عندي جذر بالمقام لازم تخلص من عنده فعندي النقطة السابعة جملة العددية واحد ناقص جذر ثلاثة على أربعة جذر ثلاثة فهنا هنا الطريقة اللي راح أستخدمها راح أتخلص من المقام راح أضره بالبسط والمقام بنفس قيمة هذا الجذر اللي هو جذر ثلاثة إذن راح أقول فيه جذر ثلاثة على جذر ثلاثة طبعا هذن إذا اختصرتهم الناتج هو واحد فما راح يأثر شيء إذا اختصرت جذر ثلاثة ويه جذر ثلاثة الناتج هو واحد فأني ما غيرت شيء بالسؤال زيب راح أكمل هاذا راح نسوي بهاي الحالة نوزع بسط ببسط ومقام بمقام فوق راح يصير توزيع يعني هذا جذر ثلاثة ينضرب بالواحد وينضرب بالجذر ثلاثة فجذر ثلاثة في واحد هو جذر ثلاثة جذر ثلاثة في جذر ثلاثة مثل ما ح�� احد هنا من اول مثال او اول نقطة じゃない اذا نفس الركم داخل الجذر التربيعي يروح الكذر يبقى بس الركم فجذر ثلاثة في جذر ثلاثة تطيني ثلاثة بالجذر زي طالب يقول له أنا اريد اضربهم عادي يضربهم جذر ثلاثة في جذر ثلاثة تطيك تسعة جذر تسعة جذر التربيعي مال تسعة جذر ثلاثة نفس الشيء نجحة هسا عن مقام. جذر 3 في 4 جذر 3. طبعاً الأربعة هذا المعامل ما التواحد فأربعة في واحد أربعة. جذر 3 في جذر 3. نفس الشيء 3 بلا جذر. هسا 4 في 3. 12. فراح يصير عندي جذر 3 ناقص 3 على 12. وما يصير نقتصر. نتوقف لهنا. هذا بالنسبة للنقطة 7. النقطة 7. زي. نجعل النقطة 8. نفس الحالة أيضاً هو مطالب من عند تنسيب المقام. النقطة 8. 1 ناقص جذر 20 على جذر 5. هنا أنا من أجياء حل هذا السؤال. أقدر أبسط العشرين. أحللها وبعدين أضرب في تنسيب المقام أو مباشرة أستخدم طريقة تنسيب المقام. يعني في جذر 5 على جذر 5. إذا تلاحظون أباوة على المقام الجوة. المقام شنو موجود الجذر مالته. نشتغل على هذا الأساس. فراح أجي هسا. فوق يصير عملية التوزيع وبالمقام ضرب أعتيالي. نجعل المقام اللي هو الجوة. جذر 5 في جذر 5. تطيني 5 بلا جذر. فوق راح يصير توزيع عادي يعني. جذر 5 في 1 هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن جذر 5. ناقص. جذر 5 في جذر 20. أضرب جذر 5 في جذر 20. فمن أجي أضرب 20 في 5. يعني جذر ينزل. 20 في 5. 5 في صفر. صفر. وخمسة في صفر. وخمسة في صفر. يعني 100. المية شنو جذرها؟ المية جذرها 10. إذن راح يطلع الناتج النهاي. جذر 5 تبقى. مية جذرها 10 على 5. هاي الطريقة السريعة. أو تروح تحلل العشرين. تستخدم مياها نفس الطريقة. إذن يطلع جذر 5 ناقص 10 على 5. هاي بالنسبة للنقطة الثامنة. طيب عندي نقطة التاسعة. الجذر التربيع للخمسين. ناقص جذر التربيع للثلاثة. على 2 في جذر التربيع للثلاثة. عشر ناقص جذر 6 على جذر 6. فهنا أنا راح أسوي. راح أجي أحلل هاي الخمسين. لأن شوية رقم شبير. الباقيات مباشرة أحد. هو أيضا طالب من عندي تنسيب المقام. طبعا عندي كسرين. هذ الكسر أشتغله. هذ الكسر أشتغله. كل واحد وحدة. بس بنفس الوقت. بس قبل كل شي أحلل الخمسين. هاي الخمسين من أجي أحللها. أنه هي صفر أحدها. فأقدر أخذها على خمسة وأقدر أخذها على ثنين. يعني بالحالة ينصح. فإذا جيت أخذتها مثلا على ثنين. خمسة أشكمل ثنين بها ثنين. ثنين في ثنين أربعة. وأنا عندي خمسة يبقى واحد. عشرة أشكمل ثنين بها خمسة. يعني خمسة وعشرين. خمسة وعشرين بعد ما أقدر أخذها إلا على ثنين. عفوا إلا على خمسة. توقفت يعني. لازم أخذها على خمسة. خمسة وعشرين بها خمسة على خمسة بها واحد. وهذا يطلع من الجدر وهذا يبقى داخل الجدر. يعني 5 جدر 2 5 جدر 2 إذن هاي الخمسة راح أستبدلها ب 5 جدر 2 ناقص جدر 3 تبقى 2 جدر 3 ناقص 10 ناقص جدر 6 على 2 جدر 6 هنا أنا راح أستقدم تنسيب المقام لهذا المقدار يعني راح أضرب في جدر 3 على جدر 3 اللي هو المقام هنا جدر 6 على جدر 6 اللي هو المقام ضرابة البس والمقام بالمقام الموجود هسا راح أكمل هاذا اشتغلها واحد وهذا واحد بيناتهم ناقص شن اللي راح يصير عندي فوق راح يصير توزيع جدر 3 في 5 جدر 2 جدر 3 في جدر 3 طبعا جدر 3 في 5 جدر 2 من أجي أضربها الخمسة تنزل جدر 2 في جدر 3 تطين جدر 6 مختلفين ناقص جدر 3 في جدر 3 تطين 3 بلا جدر المقام الجوه ينزل ثنيا تنزل جدر 3 في جدر 3 تطين 3 بلا جدر ما يصير تقتصر ما يصير تقتصر إلى 3 و 3 عندك عملية تناقص فوق سالب ينزل نفس الحال هنا هذا راح يتوزع جدر 6 في 10 10 جدر 6 جدر 6 في جدر 6 تطيني 6 بلا جدر هنانا 2 في جدر 6 جدر 6 في جدر 6 ستة بلا جدر أكمل هسا شنو لاحي يصير عندنا خمسة جدر 6 ناقص 3 تنزل على 2 في جدر 6 ناقص هنا نفس الحالة 10 جدر 6 ناقص 6 و 2 في 6 12 صار عندي هذا ضربت 2 في 3 6 و 2 في 6 12 هسا راح تجاء واحد المقامات نجي نواحد المقامات طبعا عندك 6 وعندك 12 فتوحد المقامات على 12 12 تقسيم 6 بها 2 12 تقسيم 12 بها 1 2 ينضرب بها لكل يته يعني 2 في 5 10 و 2 في 3 6 هذا الكسر الأول ناقص ينزل طبعا الناقص تأثر على هذا الكسر كل تاني افتح قوس دي لبالك 1 1 في البسط يبقى البسط نفسه ينزل يعني الواحد ما راح ينأثر شيء هذا السالب راح يدخل على هذا القوس يأثر على إشارات مالتين ما راح يصير عندنا 10 جذر 6 تنزل ناقص 6 تنزل سالب ينضرب في العشرة والسالب ينضرب في سالب 6 في السالب 10 جذر 6 موجب 6 على 12 ألاحظ أنه الإشارات مختلفة 10 جذر 6 موجب و10 جذر 6 سالب صفر سالب 6 موجب 6 صفر إذن البسط الفوق بقى صفر على 12 صفر على 12 إذن الناتج النهاي يساوي صفر إذن النقطة التاسعة الناتج مالتها صفر هاي بالنسبة للنقطة التاسعة هاي فيما يخص أسألة التأكد من فيمك إلى النقطة 9 الأسألة البقات عندي هي عبارة عن استعمال الحاسبة وإحنا مثل ما نعرف الحاسبة ما عندنا بالامتحان زين إلا إذا وجه توجيه بخصوص أنه استعمال حاسبة أو فالشي إحنا إن شاء الله نزل لكم ونعلمكم شون تستخدمون الحاسبة لكن يعني مثل ما نقول نستبعد هذا الشي لهنا نكون حلينا وياكم تأكد من فيمك إن شاء الله بالنسبة القادم راح نشرح ونحلو إياكم تدرب وحلو التملينات رب يحفظكم إن شاء الله رحلو التملينات